مرحبا اليوم نحكي لكم عن ظاهرة عن حجم ومتبتداد الفساد في المحرر وغيره طلعت قائمة العقوبات وعاقب وثنين ثلاثين وماذا خلصنا يعني خلص الفساد بالشمال هذا الشيء فوق بحر كامل من الفساد الفساد ليس فقط شخص اثنين يعني رامي وبشار مثلا لا الفساد فايت للعظم فايت لأصغر عنصر فساد بأشكاله المختلفة حقيقة شيء مرعب يعني احنا كثير يعني أنا بحكي مع ابو زهير وأحمد نيح اللي ما سمحونا التراك لشتغل لكن ليش العمل متفاجأ قديش فيه قديش فيه يعني احتراق احتراق بالنسيج السلطوي والعسكري والاجتماعي وشاغلي فضيعة بعد عربعين خمسين سنة ان الافساد اللي عملون قال لأسد بعد ما اجت الحزاب الاسلامية واجت الداعش واجت والفوضى اللي صارت والتغيير المكان والهجرات وبعدين الفساد اللي مارسوا الاتلاف ورعاه ورعاه الاتلاف والتسيوب والآخري وبعدين اجت تركي شايفة منطقة لسحب العمل اللي يعملوا شو ما بتكون بساطوني ومصاري وصلنا لمرحلة معدنا تتدور على الناس يعني اللي خرج تستند عليهم تلاقي قليل عفوا منكم كثير من الناس عم يشتغلوا منيح وكذا والآخري تكتشف بعدين انه هذا عم يتعاطى هذا مثلا كيف يعني كيف يعني الطبيب مثلا بيشوف سلطان زلحقه بأوله بيغري بيعمل عملية بيقص حوالي كذا بيخيط بيستقص له خلاص بيرجع الجسم طبيعي اما هون منتشر بكل الجسم المهري بكل الجسم ما في علاج بقى جراحة العلاج جراحي ما بكفي يعني لان ايمكن واحد ما بكفي اطلاقها بدك تعمل علاج شعاعي عام تتطبق اشعة لفترة طويلة جدا على الفساد حتى تحرق الفساد بكل المناحي بكل المحلات شغلي موسى أبدا 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 شي مرعب يعني مثلا صار هديك اليوم بتاريخ يعني بدك تقولوا يا إخوتي بتاريخ 16 الشهر برأس العين ما نسمع الا شوي اشتباكات ورصاص وربيجيات وبيوت خبطت فيها الربيجيات قزائف تلاقي بيوت تدمرت وكذا والحمد الله ما في قتله ما القصة؟ قال هذا واحد من الموالي تاجر ببيع الواحة طاقة شبسية له ديني عنواف التركاوي التركاوي أمني أمني بالملك شاه هلا نحكي لكم عنه بحث أمرت المقدار أبو مقدار هذا الأمني مشتري منه ومدري شو ما بدأكي مصاري طالبوا راح طالبوا ثلاث سنو هذا جاب جماعته هذا جاب جماعته بلشت نواف شوي اطلاق نار بالهواء وبعدين اربجيات ومدري شوه وحبكت مع بعضون وإلى آخرين سقطت القزائف على البيوت وما حل وما حل ما بدأكي مصاري هاي طيب جئنا ندور مين هذا التركاوي هذا أرايبو منهل أرايبو من العشيرة بس يعني هاي هذا شو كان شو صار كيف لحتى يعني كيف لحتى صار هيك يعني يدير يعني هو أمني بفرقة الملك شاه وواجهة واجهة لأبو مقداد يعمل معه جمعة المبارك أبو صدار أمني بالعزة أبو داود التركاوي عامل بيته مخزن للمقدرات أبو سند مع لواء العزة عنده بيك أبو تيوت تسوداء طائد كتيبة كمان في واحد اسمه حسن كمان يشتغل مع لواء العزة طبعا اللواء العزة أحمد العزة أخوه لأبو وليد العزة قائد اللواء مم هو مندوب أخوه يعني أحمد أحمد العزة كان صواج سيارات باللبنان 2012 اجا لزيارة أهله انمسك على الحدود صار تبادل مع النظام طالعوه طبعا حطوا النظام بسيدنا طالعوه بالـ 2019 بالشهر السادس وإجا لغري على المحرر وعمل البطل وهو بالأصل شوى تقني شبابيك وكهر سيارات بوابه شبابيك نوافت تركاوي كان متعحد حفر أنفاق عند البككيكي هرب باتجاه الرقة وقت حررت هاي المنطقة هرب باتجاه الرقة بعد سنة رجع رجع برعاية طلال التركاوي يعني اشتغل مع طلال وحط نواف شوى حط نواف مع مجموعة مع الملك شاه بقاطع تل حلف يعني اللواء درع الجزيرة التابع لفرقة الملك شاه هذا الزلمة ابو مقداد قائد لواء درع الجزيرة يحميه ويشاركه تهريب على تركيا تهريب ركاب على تركيا مخدرات شو اسمه دعارة دعارة بتعاطى الكريستال شو اسمه كان عامل وحدي مشغل وحدي اسمه طماظر كان شغالي مع الحزب دلت قاعدية وحمالة اخواته مقابل انها تشتغل بالدعارة طبعا وامتزاز وتشبيح واخر كمان معبر رأس العين التجاري ماسكو احمد بولاد هو دكتور بيقول له هو طبيب بيطري سنة اولى ما كمله كمان كان مستيم قبله محمود الشيخ موس ابو خالد شغاله شغاله لانه مرض يفوته ضعه ايرانيه قاموا شغاله وجابوا احمد بولاد كل شيء كل شيء بيجنيه احمد بولاد وين بيروح بيخبيه يعني شاطر لاندكتور بيعطيه العبد العليم مغمومة هذا ما في شيء فقير معدم ابو مجاهد هذا ترك البوابة فجأة كان معه بالبوابة وراح يشتغل بيزنس خاص يدير اموال اللي عم يسرقه مين اللي عم يسرقه احمد احمد بولاد فتح كازية واشترى حوت يعني صهريج مرسيدس مينة عشرين برميل ويجيب محروقات منه يهربها من قسد يبيعها بالمحر وراكب سيارة تسعة تلاف دولار يجيب والبشارية الزراعية ويبيع بالدين ويبيع بالدين وهو الطفل المدلل عند احمد بيمر الركاب بياخد عليهم مصاري بيعنده دفعتين كل اسبوع بيمرهم بيهربهم الى اخره فهذا كمان هذا شغال شغال احمد بولاد واللي معه وهذا التركاوي واللي معه كلهم هدول طفل اطفال مدللين جدا عند مين؟ عند سامي حلوه بابا كيف بدكن تحلوه هادي مبار يعني ابو مقداد معلمه لنواف علاقته بالمندوب السامي يعني سامي جيدة جدا 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 سامي 45 كيلو من منطقة العزيزية الى نسطل هذا محور التهريب في نبع السلام فهي الشبكة كلها مع بعضها مع العناصر مع الناس مع الالاء كيف بدك تفوت عليها تشتغل تنظيفه كيف يعني بدك تشيل كل شيء تجيل بالجرافة ترجع التبني من جديد وكيف بدك تشتغل هذه البشر بشر موجودة كيف بدك تصلحها من اصعب الامور اليوم هي اصلاح ما افسده والاقتلاف من امتى يعني صار هذا الافساد بأثيم من اياه محافظة السامي واستمر وتراكم طبقه فوق طبقه فوق طبقه فوق يعني الجهل على التخلف على الرشوة على الاختلاص على الحضات الخلقية على المخدرات على الجوع خلص بيقولك انا زلمي عسكري اخي انا نضيفه كذا و الى اخري ايه؟ بدي موتهم بدي موتهم الجوع معاشهم ما بيكفي بنمدو الجيب غيره عم يسرق غيره عم ينهب ما حدا عم يتحاسب ما حدا كذا بيمد ايدو شوي بيمد ايدو منون شوي بيصير هدا بيسرق بيضاء بيسرق جمع هدا بيسرق ليكل ها بيشبح على الحاجز بيصير بيفشخلو على الحاجز بيشوف ولده بيضربه بيشوف حدا بيشلحه بيشوف كذا كل واحد بيشتغل على المستوى اللي هو قاعد فيه اذا فساد ضاربت نابه من فوق لتحت حتى العناصر اللي احنا من هنا نستمد عليها عنا صارت عنا شك انه يعني قد بمرحلة من المراحل ما فيه شغلة يعني كمين يعني او شيء او لغم اكلينه نحنا او الاخري ما فيك تقول انا بدي ايم فلان وحطه فلان ليش لانه فلان ممنيح وفلان ممنيح ما فيك تشتغلين بدك تقول كل ممنيح بس لكن المسؤولين عن ادامة الفساد وتشجيعه بدنا نقيمه بدنا نحط شيء اسمه يعني يعني فيه فكرة مهمة كثير انه كيف صار المجتمع فساد من خلال نظام النظام اللي بيقول انه انت بتشتغل مخبر بتشتغل حرامي بتشتغل مهرب بتخالف القانون بترتشى كذا الى اخر هي بتوالي النظام تستفيد فانت مطلوب منك حتى تكون عضو بالمجتمع بالسلطة بتتزيد حصتك بالسلطة وبالسروة لازم توالي توالي النظام وتعمل كل انواع الفساد وانت طبيعي طريق الخير وطريق النظيف مسكر وطريق الشر مفتوح مشيت العالم بطريق الشر كل انسان بده يأكل بده يشرب بده يعيش بده يؤمن على نفسه بده كذا بده يفوت يطاطي لفلان ويطاطي لفلان ويطاطي لفلان بده يجيب ما في طريق الحلال بسكر بيجي طريق الحرام مفتوح طريق الحرام هاي السلوم آلية الصعود في هرم السلطة والسروة هو المشكلة اذا آلية الصعود هي الفساد وهي المخدرات وهي الدعارة وهي الخيانة وهي التقارير وهي كذا لنفسها هاي الآلية اللي اسمها الاقتلال انه انت تطلع بمقدار ما تكون عميل للدول بمقدار ما بيبعتوا لك دول الخليجية بمقدار ما بتجي مخابرات الدول بتشيلك بتحطك بالليجان فوق اذا انت بتكون هيك هذا السلم اخترعوا الاتلاف ومشيت عليه الناس وهو سلم بتحافظ اسد بالاصل تكتب تقرير بأخوك بأمك بتصير منيح ممتاز سروق انها ما في مشكلة انا بيحميك بس بتواليني قوعك اذا بتسمع هيك حدا حكا عني شي كلمة تجيب تكتب لي فكانت هيدا السلم هاي المشكلة بدك تحط سلم جديد وكتستنى الناس ما تطلع مو بسهولة بتتغير العالم بدك تحط سلم شو انه اخي اللي بده يسروق البده ينهاب البده وكذا بده يحاسم طيب مين هذا اللي بده يمسكوا السلم ومين بده يضبطه شو المؤسسات شو الاخر بدك تفعل المؤسسات الموجودة اهم شي تبلش بمؤسسة الامن ومؤسسة القضاء اهم شي هدول تركز عليهم ان يكونوا نضاف وتحط عليهم التركيز كاملة هدول الالية اللي بتغير السلم هي محاسبة الناس بترتكب غلط تتحاسب بصير عنده متل بيقول تكتكولوا على الطريق توجد كاميرا صار فيه كاميرا هاي الكاميرا لحالة الناس بتبليش تنضب ساعتها انت بتصير بتشجع الناس نضيفة الناس الكذا بترفعها والناس العاطلة بتقيمها مع الزمان بتغربل بتغربل العالم بصير عندك مؤسسات تانية تدعم بصير بقى ثقافة النظافة انه اخي اذا بك تفسد اخرتك بالحرس ليه كفلان جو صار فيلك فلان جو صار فيلك بينما اذا كنت نضيف اخرتك الناس بتحكي بتحكي باسمك الناس بتترفع بالمناصب بتستلم يعني الناس بتحب الخير يعني ما بتحب الشر الناس بس النفس اماره وقت انتي بتضايق وبتسكر عليه طريق طريق الخير بروع على طريق الشر فاذا السلم السلم اللي هو شو هو النظام القائم اذا كان القضاء بده يمرر المغتصب بده يمرر شو اسمه بده يمرر المرتشي والزبتي وزبتي ايه خربت خربت اذا القضاء نضيف وجهاز الامن شغال فعال فعلا انا بجيب معلومات صحيحة ويحول على القضايا والقضاء حاسب على هذه القضايا ببلش الالية تنظيف شوي شوي بس يكون قضاء نضيف وصير فاذا اساس في السلطة هي العمل الاستخباراتي والعمل القضاء بعدين بيجي الامور التانية بيرقدوا بيعملوا لك شو قيادات مجلس قيادة مجلس العسكوك يا اخي عشو دك تقول ما كله حواليك مضروب اللي يشرب اتش بوز ويبيع بذريشو اللي يقرب اللي يشبه اللي يبيع طرقات اللي ما يعني عندنا ما عاد في عندنا شيء يعني قطاع كبير من الشعب نضيف نعتمد عليه نقول هذا نضيف هذا عاطل تفرز بدك تصلح الكل بدك الكل تصلحه لانه الكل تلوث ما تركوا حدا ما لوثوه بطريقة دينة وكرة بيتعاون معك بيقول لك مضبوط بذلك تعالجني انا كمان يعني 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 تعالجوا نفسه العنصر اللي عم يشتغل معك بدك بدك تعالجوا كيف بدك تعالجوا بدك تحطوا على طريق الخير وتحميه بنفس الوقت عصف جزرات انت بتشتغل صح بتشتغل بيجي كراتب بيجي كذا بتشتغل غلط بتفوت على الحالس غير هيك ما بتزبط ما البلد ان كان عند النظام والان كان عند الشو اسمه يبدأ العمل بجهاز استخبارات جهاز استخبارات هو الاساس و جهاز قضائي تابع اله نزيه ساعتها بميبشي الشر شوي شوي بد عمان تحطها اليات الاصطفاء الطبيعي انه كل واحد فاسد بيجيبطير بياكله كل واحد فاسد بيجيبطير بياكله كل واحد فاسد بجبطير بياكله فهي الألية بدأت تصير ما في حل تاني عندنا وعند النظام بدأك تشيل السلطة تركب سلطة جديدة أهم شي فيها سيادة القانون والقضاء النزيه الفعال محاسبة مراقبة ومحاسبة من هون هي أهمية الهيئة الرقابة الشعبية عم حكي لكم هيك لنحتفهمكم ليش نحنا عم نشتغل وليش صممنا المشروع بهذه الطريقة وليش هاي الطريقة نتوقع أنها تكون هي الأفضل لمعالجة ما وصلنا إليه كثير معلومات بتجينا بلاوي والله ما عد لحي ما عد لحي شوفه حلل ودرسه لآخري ما عد لحي كم هائل وفايته ببعضه والأسماء فاتت ببعضه عبد البخين هذا هيك هذا هيك هذا مجري شو هذا عم يحكو لي هوني أنه أنه فيه اثنين اثنين من فترة ست شهور واحد اسمه أبو جابر الحمصي واحد أبو محمود الحمصي انمسكوا ومحهم واحد درعاوي انمسكوا معهم 30 كيلو مخدرات وين انمسكوا هدول انمسكوا بسكتهم الشرطة العسكرية بسلوك وصوروهن عملوهن تحقيق فيه شي ومدري شو واخدوا كفوف الحشيش ووسلاح اللي محهم وسلموهن للمحكمة برأس العين مين تولاهن أبو مقداد أبو مقداد طالحهن القضاء مثل الشعر من العجين يعني قضية واضحة لا تحقيق كل شي فيه اتضاعة ومثبتة وفيه كل شي فمحمد سليم النائب العام العسكري أبض 60 أرب دولار طبعا أبو مقداد معلمه لنواف يعني أخذ منهم ما عارف كديش وبناء عليه كديش أخذ كديش وصله لساميهن حسب 80% يعني وصله لساميهن حسب 80 ألف دولار مقابل خروج هذي اتنين من القضاء فهيك هاي المشكلة عرفتوا شو شو بدك تشيل كل شي بدك تضبط تبلش أول شي من المعلومة جهاز استخباراتي صحيح لنفهم وين نحنا وشو مشكلتنا نبلش بجهاز قضائي صحيح ومؤسسة شرطة صحيحة بعدين من بلش ننظف شوي 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 والمشكلة الأساسية الإدارة السياسية اللي هي الاتلاف هني رب الفساد هني اللي هني السلو اللي عم تطلع عليه الناس إذا هني طلعوا بالفساد وعايشين بالفساد كيف دون صلعوا لها السبب إسقاط هؤلاء هو أساسي لحتى تحسنوا تعيشوا تحسنوا تعيشوا ما فيكن تعيشوا هيك مو القضية قضية مصاري قضية إذا بيتبعثوكن مليارات لح تروح بهذا الطريق مو قضية البيوت قضية أولا قضية أمن قضية قانون نظام قانون الناس عم تشبه بعضا وتضرب بعضا وتلتل بعضا بدون رجع للاجئين كيف دك رجع للاجئين كيف دك رجعون على وكر عقارب كيف لش عايش الناس هوني كيف سألوا للناس عايشين وقال لك ما من أمن على حالنا ما من أمن عمالنا ما من أمن تجينا طلقة منهم بيجي النظام بيقصفنا بيقصفنا ما أحد يمسترجي لك عم تقتصب البنت ما عم يمسترجي ويشتكو إذا شتكو بيروح بيجيبوا أخواتها بيعدمون بيغتصبوا أبوها كله ما عجبك تعال انت ما علم يعني ما في الناس مضيعة على معال ما في اتشبوزو وكبتيجون والحشيش أسال يا أخي قلبوا على الحشيش الله يرضى عليكم فهذا حجم المشكلة اللي عم نحكي لكم مهم جدا تفهموا عليه تفهموا أنه الموضوع معقد جدا ما في كبسة زر يعني ومش قضية والله أمن أبو عمشا خلصنا لا أبو عمشا أحد نتائج وش هو المصمم المصمم مو هو المصمم حافظ أسد ومن ثم رئيس الاتلاف ومن ثم أرضاء المجلس الوطني ومن ثم أعدين لوصلت لهذا يعني هذا يعتبر ضحية توديد ما تقبلوا لي والله أبو عمشا وبس يعني لا أبو عمشا بدرجة ما بمقدار ما هو فاسد وبمقدار ما هو طاش حجره وبمقدار ما التركي استعمله واستفاده وبمقدار ما كان هو أيضا مغرر به وحطوه وحطوه بالظرف هن يعني واحد مثلا بيشتغل معتركا للآخر الشغل معيب صح له على قد علاته تمشي قد مبدأ ما في شي يضبط ما في شي يحاسب ما في حدا يسأله ما في حدا يوعده ما في شي الائتلاف مدخل وممنوع يفوت على سوريا مانعوا رئيس الحكومة مانع رئيس الائتلاف يفوت على سوريا فإن شاء الله نحط رئيس الحكومة هم شي عبد الرحمان وصدق حطوه براسه يعني إن شاء الله يكي رب العالمين تطلع اللائحة باسمه يا رب هالتقرير ان نبعد له يعني كمام مشان عبد الرحمان وصدق إن المدير العام لكل هذا الإجرار هو عبد الرحمان وصدق يتبع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر